إيران بيدق واحد على رقعة شطرانج كبيرة هكذا وصفت مجلة الإيكونوميست البريطانية العلاقة بين إيران والصين بعد الحديث عن اتفاقيات شراكة بين البلدين تجعل من إيران تابعا للصين إذ تسعى إيران انطلاقا من مقولة عدو عدو صديقي للحصول على دعم من الصين لمواجهة ضغوط واشنطن الاقتصادية الإيكونوميست تحدثت عن مسودات مسربة لاتفاق شراكة استراتيجية مدتها 25 عاما كان أعلن عنه الشهر الجاري من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني كخطوة وصفها بالكبيرة في العلاقات بين البلدين لكن تفاصيله لا تزال غامضة ووفقا للمجلة فأن مسودات الاتفاق تشير إلى دعوات باستثمارات صينية كبيرة في إيران في كل المجلات من الطرق والموانئ إلى الاتصالات والطاقة النووية ورأت الإيكونوميست أن الاتفاق بمثابة علامة على يأس إيران فقد دفعت العقوبات الأمريكية النفط الإيراني إلى أدنى مستوياته منذ الثمانينات وشلت اقتصاد إيران الذي انكمش بالنسبة 7.6 في العام الماضي وانخفضت قيمة عملتها من 3800 ريال للدولار إلى نحو 29500 ريال للدولار وخلصت المجلة إلى أنه إذا قررت الصين وضع قاعدة عسكرية عبر الخليج العربي أو بيع الأسلحة إلى إيران وهو أمر ممكن إذا لم يتم تجديد الحضر الدولي هذا الشهر وإذا أبرمت إيران اتفاقا مع الصين سوف تبدو هذه الخطوة كشريان حياة حيوية بالنسبة لإيران لسيما إذا فاز ترامب بولاية ثانية ترجمة نانسي قنقر